منا لما تسمع قصتها لازم توقف عند كل التفاصيل لأنك على الأكيد رح تسأل حالك معقول يكون فيه هيك عيلي زبالي وأي وصف بدك تقوله على منا بينطبق عليها تماماً 2014 بمحافظة الإسكندري بمصر رجال الشرطة بتقبض على منا وأبوها بوحدة من أغرب القضايا اللي ممكن تسمع عنها ولحتى نفهم سوى القصة بنرجع للزمن لورا وتحديداً سنة 1999 منا كانت عايشي مع أبوها وأمها وأبوها بيشتغل سائق شاحني لنقل البضايع على الطرق الدولية وبهالوقت منا كان عمرها سبع سنين وعندها أخ أصغر منها بسنة وبهي السنة يتطلقوا أبوها وأمها والأم بتترك الأولاد عند أبوهم وشافت حياتها بشكل سريع جداً فبعد أربع شهور من الطلاق تتزوج من شخص تاني وعلاقتها بولادها بتكون محدودة أو شبه معدومي والأب اللي سلبي من زمان فكان يترك الأولاد مرة عند أخته ومرة عند والده بحجة أنه مشغول بالحياة وبيحاول يوفر مصروف وظروف شغله كانت تخليه معظم الوقت مسافر ولفترات طويلة صحيح كان يصرف عليهم بس ما كان بيعرف أي شي عن أولاده ولا بيسمع عنه شي مثل الأم بالزبط وتمر الأيام لحد ما منا يصير عمرها 17 سنة وتحب واحد اسمه مصطفى عنده سوابق جرامية وتقرر أنها تعيش معاه من غير زواج بمعنى علاقة غير شرعية تماماً ولما عرف أبوها ما كان عنده أي مانع المهم أنه مصطفى يصرف عليها وهون يتحول الأب من إنسان سلبي لوصف أكيد الكل عارفينه منا ومصطفى عاشوا مع بعض سنتين وخلال هالفترة يجيهم بنت وهالبنت كانت بالفعل من علاقة غير شرعية والغريب أنه الأب فرح جداً لدرجة أنه الكل عملولها أسبوع واحتفلوا فيها وبعد ما يصير عمر البنت ثلاثة شهور مصطفى يدخل السجن بقضية سرقة ومنا تصير لوحدها مرة تاني أبوها وأمها مان هن موجودين بشكل فعلي ولغاية هون أخوها مظاهر بالصورة ومنا هون عندها بنت ما بتملك أي أوراء رسمية تثبت هي بنت مين أو أبوها وأمها مين بيكونوا قانونياً ويمر سنة ومصطفى بالسجن وخلال هالفترة هاي منا ومعاها بنتها وبتدخل بأكتر من علاقة مع أشخاص كتير بس هالعلاقات بالنسبة لمنها كانت علاقات عابرة لأنها ما كانت تلاقي الحب اللي لقيته مع مصطفى وأبوها ما كان عنده مانع من هاي العلاقات طالما هدول الأشخاص عم يصرفوا عليها وبعد مرور سني كمان منا بتتعرف على شخص اسمه محمد عنده محل وكمان عنده سوابق إجرامية ومنا تحس أخيراً إنها لاقت حب يعوضها عن حب مصطفى وبنتها بهالوقت معاها وعمرها يصير تلت سنين وإسه ما عندها أي أوراق رسمية منا ومحمد بعد ما يعترفوا لبعض بالحب بيقرروا يعيشوا مع بعض بشقة محمد بس بشرط إنهم ما يجيبوا ولاد وبنفس الوقت ما كان عنده أي مانع البنت تجي معاها ومنا بتحكي أبوها وتخبروا أخيراً لقت حب عمرها جديد وقررت تعيش معه وأبوها فرح جداً وباركلها بالعلاقة الجديدة ومع العلم بيعرف إنه من غير زواج أبوها هات سلبي على الآخر وأكيد حطيتوا له الوصف المناسب وبعد ما منا نقلت حياتها لشقة محمد بدأت العلاقة الحقيقية تظهر وتبان محمد ما كان حابب وجود بنت منا تحديداً صار يحس بإزعاج ومو مرتاح وبالأخص بوقت العلاقة مع منا فصار يضرب البنت اللي عمرها ثلاث سنين قدام أمها وبطريقة ما بتنوصف والأم مو فارق معاها شي أهم شي محمد يكون مرتاح حتى أنها وصلت لمرحلة صعبة جداً كسور بالذراع والرجل وكمية من الجروح والكدمات بالوجه والجسم كله الموضوع صار أصعب بكتير من هيك محمد كان ينزحج من صوت البنت بوقت العلاقة مع منا لأنها بتطالع من الحال اللي هو فيها فيقرر أنه يؤتي البنت وحتى هذا القرار عند منا كان عادي جداً أنتوا متخيلين في أم هيك؟ فمحمد حكى الفكرة لمنها وانبسط فيها أنه يرمي البنت من البلكون وتبين قدام الناس أنها كانت تلعب ووقعت عادي يعني الوفاة هون بهي الحالة بتكون طبيعية وبدأ محمد بتنفيذ الخطة شال البنت اللي عمرها 3 سنين وحطها على منشر الغسيل ومن تقل الوزن بتوقع بس وهو عم يعمل هيك لاحظ فيه ناس بالمنطقة شايفينه فبيعمل حاله أنه كان يلاعبها وياخد البنت ويدخل جوه الشقة وبعد مرور 3 ساعات محمد ومنها ينزلوا وهي شاي لبنتها على كتفها بس البنت ما كانت عم تتحرك لأن خلال هات 3 ساعات عملوا خطة جديدة تماماً لكن منها غير الجزء بالخطة من غير ما تقول لمحمد بعد ما نزلوا وطلعوا من الشارع محمد تركها مشان يقابل رفقاته بس قلب الأم خلى منها تغير جزء من الخطة قررت أنها تطلع على المستشفى لو يحضر في إيتها بتشتغل ممرضة يمكن تلحق بنتها لأنها على آخر نفس وحسيت بتأني بالضمير فخطت محمد أنه يقتلها فوق وأنه منها بعدها تدفنها بأي مكان واثنين يعني محمد ومنها بيعرفوا أنه ما لها أي أوراق رسمية توصل منها للمستشفى وتقابل رفيقتها الممرضة وأول ما تشوف البنت تخبرها أنها ماتت بس واضح على جسمها كمية من الكدمات والضرب بعيني بشكل واضح ومنها تقول أنها كانت بتلعب بالبلكون وبتوقع قدام كل الناس لكن رفيقتها قررت تعمل الصح لأن شكل الكدمات اللي بجسم البنت بتقول أنها جريمة قتل وحتى لو كان مجرد سقوط من البلكون لازم تبلغ الشرطة وأول ما سمعت هالكلام منها قررت تاخد جسة البنت وتهرب من المستشفى لأنها خافت أنه ما في أي أوراق رسمية تثبت أنه هي البنت بنتها وأنها جريمة فبعد ما تهرب منها ومعها جسة البنت تتصل بأبوها السلبي واللي بينصحها أنها تتخلص من الجسة بأي مكان وبأي شكل وأنها ما ترجع لبيت محمد أبدا وبهيك ما حدا بيعرف البنت بتكون بنت مين منها بتسمع كلام أبوها وبتطلع على موقف ميكرو باس موجود بمنطقة الإسكندرية وتركب الميكرو باس معها جسة البنت وبتقعد شوي وبعدها بتنزل من غير ما حدا ينتبه وبتكون تركت جسة البنت جو الميكرو وخلصت كل شي وحققت رغبة المحمد اللي تحبه وسمعت كلام أبوها السلبي والبنت ما لها أي زنب الناس يلاقوا جسة البنت جو الميكرو يمسكوها ويلقوها ميدي ويبلغوا الشرطة اللي وصلوا فورا ومعاهم البحث الجنائي وأول ما يشيلوا الغطى يكتشفوا فيها كمية من الكدمات وضرب مستحيل حدا يعمل هيك ببنت إسه عمرها ثلاث سنين ويحاولوا يجمعوا كل المعلومات اللي ممكن تساعدهم ليعرفوا هالبنت بنت مين بتكون وبيتم إرسال الجثي للطب الشرعي كل يلي كانوا متوقعين الشرطة إنه الجثي هاي تم خطفة من أهلها وإنها تعرضت لهالشي واللي عمل هالشي هو يتخلص منها لحد ما توصل معلومي إن في ست وصلت المستشفى ومعاها بنت صغيري جسمها كله كدمات وضرب ولما المستشفى خبرت الشرطة هالست أخدت البنت وراحت أو بمعنى هربت ويطلع المحققين للمستشفى ويقابلوا الممرضة رفيقت منها ويعرفوا كل التفاصيل منها بس المعلومات الأولى بتقول إنه منها مومت زوجي فطبيعي يكون ما عندها ولاد ووارد جدا تكون خاطفة البنت وعملت يلي عملته فيها ويتوصل الشرطة لعنوان أبوها ويعرفوا معلومات من بعض الشهود إن منها كانت على علاقة بواحد اسمه مصطفى وهالعلاقة كانت معروفة عند كل الناس مومت زوجي وخلفت من مصطفى وإن مصطفى بالوقت الحالي موجود بالسجن وبيعرفوا كمان إن منها كانت على علاقة بواحد اسمه محمد واللي كان ساكن بمنطقة قريبة على المستشفى اللي راحت لها منها ويتحركوا على بيت أبوه منها ويتم القبض عليها وتعترف إن البنت كانت بتلعب بالبلكون ووقعت وماتت وإنها خافت لما المستشفى حكوا مع الشرطة لأن البنت ما لها أي أوراق رسمية وإن محمد عشيئها واللي بنتها وقعت من بالكونة شأته ما إلو أي علاقة بشي ويتحركوا فورا ويقبضوا على محمد واللي قال نفس كلام منها والمحققين كانوا متأكدين إن هدول اتنين ما عم يقولوا الحقيقة ولازم هالبنت يرجع لها حقها ويطلع تقرير الطب الشرعي اللي بيقول إن البنت تعرضت لضرب قوي جدا وإن جسمها مليان كدمات وجروح ما لها أي علاقة بشخص وقع من البلكون ويوصل المحققين لمجموعة من الشهود بمنطقة سكن محمد واللي قالوا إنهم شافوه هو ويحاطط البنت على منشر الغسيل وإنه لما لاحظ إنهم انتبهوا عليه أخذ البنت ودخل جوه الشقة وشهود قالوا إنهم شافوا محمد ومنها نازلين ومنها كانت شايلي بنتها بس ما كانت عم تتحرك وبالوقت اللي حققوا فيه مع أبو منا الشخص السلبي تماما ومو بس شخص سلبي لأهوي أكتر من هيك يقول إنه منا اتصلت فيه وقالت له إن محمد صار يضرب بالبنت لحد ما ماتت وبهيك يعترف على منا ومحمد إنهم قتلوا البنت وإنه هو يلي طلب منها إنها تتخلص من الجسة ويتم تحويل الأشخاص الثلاثي للمحاكمة وأكيد لبسوا البدلي الحمرة أنتوا شو رأيكم اشتبوا لي بالتعليقات وزا حابين تقدموا دعم من خلال زر شكرا أو الانتساب للقناة تمتم بخير والسلام اشتركوا في القناة